تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عضوانها على قطاع غزة ومدينة رفح الفلسطينية واصلت نزوح كبير من الفلسطينيين استجابة للأوامر الإسرائيلية بالإخلاء وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطانيو جوتاريش عن حزنه البالغ إزاء مقتل أحد موظفي المنظمة وإصابة آخرى في هجوم بمدينة رفح الفلسطينية داعيا إلى إجراء تحقيق كامل حول الواقعة وسط أنقاض المباني المدمرة والخراب وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلها بشمال غزة فيما وصلت طائرات ومدفعية الاحتلال القصف المكثف على مدينة رفح الفلسطينية الضربات الإسرائيلية بمدينة رفح الفلسطينية أكبرت أكثر من 350 ألف فلسطيني على الفرار مرة أخرى من المدينة وفقا لإحصاءات وكالة الأمم المتحدة لغوثي وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا والتي أكدت أن المدينة تحولت إلى مدينة أشباح بعدما أصدرت قوات الاحتلال أوامر بإخلاء شمال القطاع حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة لم تتوقف على المدنيين الأبرياء فقط بل طالت موظف منظمة الأمم المتحدة حيث استهدف قصف إسرائيلي سيارة تحمل علامة المنظمة الدولية كانت متجهة إلى مستشفى برفح الفلسطينية ما أدى إلى مقتل أول موظف أجنبي تابعا للأمم المتحدة وإصابة آخر إضافة إلى استشهاد 190 فلسطينيين تابعين للمنظمة منذ 7 أكتوبر الماضي وفي مخيم جاباليا بشمال غزة الذي أقيم لنزحين الفلسطينيين قبل 75 عاما توغلت القوات الإسرائيلية في منطقة كانت قد زعمت أنها أخلتها من عناصر حركة حماس قبل أشهر الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة زادت سوءا منذ إعلان قوات الاحتلال الإسرائيلي سيطرتها على معبر رفح من الجانب الفلسطيني ومنعها دخول المساعدات العجلة لإنقاذ المدنيين الأبرياء حيث دعت السلطات الصحية في القطاع لممارسة ضغوط دولية لإعادة السماح بدخول المساعدات والإمدادات الطبية والوقود لتشغيل مولدات الكهرباء وسيارات الإسعاف وأصبح الجرح والمرضى يموتون ببطء بسبب عدم توفر العلاج والإمدادات وعدم قدرتهم في الوقت ذاته على الخروج من القطاع لتلقي العلاج ترجمة نانسي قنقر